همينا القصة بدأت إزاي؟ لما عرفت إن ابن حضرتك عنده توحد هل أنت كنت أصلاً في طور الدراسة لعلم النفس ولا كان قبل كده؟ وإزاي تطورت بقى الفكرة بعد كده لأ هو أنا في الحقيقة أنا مش متخصصة يعني ما كنتش متخصصة خالص أنا كنت بدرست تكنولوجيا تعليم عادي للناس العادية لكن لقيت إن أنا ابني حالة مختلفة مش عارفة أتعامل معاه ما كانش حد عارف ساعتها إن هو يعني إيه توحد كانش لسه ظهر لأن أنا ابني سنة 99 كان لسه المجال التربية الخاصة لسه في بدايته ما كانش حد كتير عارف يشخص الحالة فلقيت نفسي بتعامل مع حالة غريبة طفل مش بيتحرك مش بيتكلم مش بيستجيب لأي أصوات لدرجة إن إحنا شكيت إن هو مش بيسمع عملنا مكياس السمع لقينا لأ مكياس السمع تمام برضو الإدراك البصري لما تيجي تعمل إيدك كده يعني ما فيش استجابة عفوا إن هو زواج أقارب؟ لا خالص ما هو ملوش علاقة بالحالة والولد كان مولود طبيعي أصلاً يعني المشكلة كلها كانت في المستشفى كان هو عنده أسبوع تقريباً كان روحنا عشان نغير له على الحبل السوري فغيروه واستخدموه له أدوات ملوثة فللأسف عملت له سخونية وجابت له مكروب تيتانوس في فاصلة حرارته 48 هو ده اللي هو ده اللي أخبط الدنيا بالزبط يعني هو كان مولود طفل طبيعي ما فيش أي مشكلة ما عندهش أي حاجة خالص فبعد كده عملت له دمور في مركز الحركة والكلام فعشان كده ما كانش يعني مش بيتحرك زي الأطفال مش بيعمل لما تيجي حتى تحط سباك على إيديه كده مش بيتني إيده كده زي أي طفل أو يحرك إيديه أو رجب ما فيش أي حركة خالص مجرد طفل نايم على السرير وفارد جسمه وعمل إيده كده وما فيش أي حركة فلقيت نفس حالة غريبة مش هارف أتعامل معه وبيعبر عن كل حاجة بالعياط يعني مش قادر يقول مثلاً يعني مش عارف يعبر عن أي حاجة فلقيت إن أنا لازم لأ دي حالة غريبة محدش عارف يتعامل معندناش حد يعني ما شفناش طفل قبل كده بالحالة دي كل الأطفال طبيعية فلقيت إن أنا لازم أتعلم وطبعاً كان صعب جداً في الوقت ده إن ما فيش أماكن متاحة للتعليم زي دلوقتي فكان لازم أدرس أكاديمي فبدأت أخذ كورسات في التربية الخاصة في كل التربية في جامعة عين شمس وبدأت أعمل أعملت الأول الدبلومة في التخاطب علشان أعرف إزاي أتعامل معاه أخليه تحرك يكلم بدأنا علاج مع دكتور مخ وعصاب علشان يعالج الدمور في مركز الحركة والكلام بدأنا بعد كده العلاج الطبيعي بدأت أنا بقى علشان أقدر يعني إنما كنت بروح لأي مركز عشان أقول له عايزة برنامج أشتغل مع ابني كان بيرفض لأنه كانوا بيخافوا طعم بيفتكروا إن أنا أخذ البرنامج أشتغل بي أنا وضيع عليهم الفرصة فالدكتور اللي هو المشرف بتاعي قال لي أحسن حاجة نتي تتعلمي أكاديمي لأن أنا لما بحثة ماجستير أو دكتوراه بقدر أن أنا أدخل على أكاديمية البحث العلمي أدخل على الداتا بيزي اللي فيها أقدر أجيب أي برامج أجنبية أنا عايزاها وفعلا كنت بأدخل على الداتا بيزي الأجنبية أجيب أي برنامج للتوحد عاملينه برة وطبقوا عليه واشتغلوا معاه حد ما وصلنا الحمد لله